الملكي السامي بالتأكيد المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله رعاه بالعافو الشامل عن 457 محكوما يؤكد ويعكس النهج الراسخ والثابت والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة من لدن جلالته لأبناء شعب وما يكونوا جلالة الملك المعظم من حرص ورعاية واهتمام بتماسك الأسرة البحرينية بإعطاء الفرصة المستدامة لأبناء هذا الشعب ليكونوا مواطنين صالحين ويندمجوا في المجتمع البحريني ويهتموا أكثر في مصلحتهم ومصلحة أبنائهم وأسرتهم لابد أن نشير كذلك أن هذا النهج الذي ينتيجه جلالة الملك المعظم هو ما دأب عليه وبحكمته الثاقبة في استمرار هذا التعامل الإنساني القانوني الحكيم في دولة القانون ومؤسساته مجتمع الأسرة الواحدة نشير كذلك للجهود والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله في تنفيذ التطلعات الملكية السامية وتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين عبر تقديم المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكمين وتقديم كافة الخدمات والمبادرات لهم وكذلك ما تم تجيله من عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة لابد أن نشير ونشيد بجهود وحرص الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع تأهيل المحكمين والمفرج عنهم وإعطائهم فرص العمل وتعويضهم بكل الأمور التي دابت عليها مملكة البحرين في مثل هذه المبادرات الملكية السامية التي تعزز من دور ومكانة مملكة البحرين بما لا تقوم بأي دولة إلا مملكة البحرين مع الاحترام والتقدير لدولة القانون ومؤسسات وإنفاذ أيضا أحكام السلطة القضائية واحترامها وتقديرها هذه منظومة شاملة ومتكاملة تتميز بها مملكة البحرين ومن ثمانيين أن تؤدي هذه المبادرة إلى ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز روح الأسراء الواحدة وإتاحة الفرص المحكمين عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع نعم الكاتب الصحفي محميد المحميد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر